زيارة وفد رفيعا من حزب الإصلاح للصين برئاسة أمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي استمرت نحو أسبوع عقدت في أثنائها لقاءات وتفاهمات مع مسؤولين صينيين وقادة في البرلمان والحزب الشيوعي الصيني الحاكم ووصفت بالاستراتيجية والنوعية بحسب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح الذي اعتبر الصين أحد الأقطاب الدولية الكبيرة وعامل توازن سياسي في العالم وتحدث عن أفاق تفتحها الزيارة للتعاون بين الصين واليمن لكنها أيضا وضعت العديد من الأسئلة بشأن أهمية الزيارة الإصلاحية لبكين وأبعادها ودلالاتها الزمنية إذ أنها تزامنت مع لقاء جمع القائمة بأعمال سفير الصيني مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في مقر السفارة الصينية في الرياض ومن ثم أي احتمالات لعلاقة زيارة وفد الإصلاح بمساعي الشرعية لتوظيف دور الصين لتعزيز ودعم الحكومة ومنح طهران من استثمار علاقاتها الجيدة مع بكين واستخدامها غطاء دوليا لتدخلها الداعم للإرهابيين الحوثيين لكن أي مستوى من النفوذ أصبحت عليه الصين يمنيا ومدى فاعليته وتأثيره ومن أي باب ستدخل للعب دور فاعل في اليمن وهل سيكون على حساب السعودية والخليج أم لصالح إيران وهل مكاسب الصين المحتملة في اليمن تجعلها على استعداد لخسارة مصالحها وعلاقاتها وتبادلاتها التجارية مع السعودية والدول الخليج وقبل نتائج دورها فإن التساؤلات الرئيسة ما زالت تدور حول مواقف الصين تجاه مجمل الملفات اليمنية أبرزها طبيعة موقفها تجاه الحوثيين والسلطة الشرعية والمكونات الداعمة لها وفي مقدمتها حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي وموقفها كذلك من تدخلات إيران وكيف تنظر لدور السعودية في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر